بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح أحاديث الصيام من كتاب المنطقة الدرس الحادي عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في درس جديد من شرح أحاديث الصيام من كتاب المنطقة للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني وضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتة أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحقيقة أن الصائم يتجنب ما يثير الشهوة ويؤثر على صيامه والقبلة قبلة الزوجة هي من هذا النوع فيها التفصيل إذا كانت لا تؤثر على صيامه بأن كان مالكا لإربه فإنه لا بأس بذلك كما سبق في حديث عمر رضي الله عنه لما قبل وهو صائم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة وفي هذا الباب بيان لذلك أيضا أما إذا كان يخشى ثوران الشهوة فإنه لا يجوي له أن يقبل تجنبا للأسباب التي تؤثر على صيامه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم متفق عليه والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه نعم هذان الحديثان وهو ما في موضوع الترجمة أن القبلة والمباشرة إذا كانت يثيران الشهوة فإنهما لا يجوزان للصائم تجنبا لأسباب الإفطار أما إذا كانت القبلة أو المباشرة لا تثير الشهوة ولا باس بذلك وهذا ما كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت زوجتاه رضي الله عنهن في ذلك وقالت إنه كان أملككم لإربه أي لشهوته فإذا كان هذا لا يثير الشهوة فلا باس به هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من أصبح جنوبا وهو صائم نعم الله جل وعلا قال فالآن باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم إلى قوله أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهذا يقتضي أنه له أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع إلى أن يتحقق من طلوع الفجر فإذا جامع فإنه يتسحر وهو جنوب ثم يغتسل بعد ذلك بعدما يدخل في الصيام فالاغتسال لو تأخر لا باس بذلك هنا عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنوب أفأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من دنبك وما تأخر فقال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي رواه أحمد ومسلم نعم هذا الحديث نص في الموضوع في أن له أن أن يأكل ويشرب ويجامع إلى أن يطبع الفجر فيتسحر أيضا لو جامع فإنه يتسحر قبل طلوع الفجر يتسحر ويأكل ويشرب قبل طلوع الفجر ويؤخر الاغتسال وذلك لا يؤثر على صيامه لأنه لا يشترط لنية الصيام الطهارة فيجوز له أن يصوم وهو على غير طهارة وإذا كان جنوبا يغتسل بعد ذلك وهذا ما كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مأخوذ من الإشارة في الآية فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى قوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أدل على أنه لو جامع قبل طلوع الفجر فإنه يقدم الأكل والشرب للسحور ويؤخر اقتسال الجنابة ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخبره أن هذا يحصل له صلى الله عليه وسلم أنه يصوم وهو جنوب ثم يغتسل قال يا رسول الله إن قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وظن أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول بين له أنه صلى الله عليه وسلم يتجنب ما حرم الله وأنه مثل الأمة في هذه الأمور وليس هذا من خواصه صلى الله عليه وسلم نعم وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه هذا كما سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يتصيبه الجنابة ويحضر السحور قبل طلوع الفجر فيتسحر ثم يغتسل بعد طلوع الفجر وهذا يدل على انعقاد الصيام ولو كان الإنسان على غير طهارة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة كما روى تزواجه صلى الله عليه وسلم أنه كان تصيبه الجنابة ثم يتسحر ثم يعقد الصيام عند طلوع الفجر ثم يغتسل بعد ذلك فهذا يدل على أنه لا يشترط لعقد الصيام أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث الأكبر والأصر نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذه الحديث من كتاب المنطقة شرح حديث الصيام للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني جزاكم الله عننا وعن أمة الإسلام خير الجزاء ولكم التحية من زميل مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته